محمية مالور البرية الواقعة في شرق ولاية أوريغون تتحرر شيئاً فشيئاً من مسلحين اقتحموها في تحدي واضح للسلطات على إثر نزاع حول استغلال أراضي اتحادية محامي زعيم المحتجين المعتقل حالياً دعا المسلحين إلى العودة إلى منازلهم وإخلاء المحمية الطبيعية التي احتلوها للذين لا يزالون في المحمية فلننقل هذه المعركة من هنا أرجوكم غادروا المكان تصريح المحامي يأتي بعد يوم واحد من تبدل لإطلاق النار بين الشرطة والمحتجين خلف قتلاً واحداً في حين أصيب آخر الشرطة اعتقلت زعيم المحتجين لقد طلبت منهم العودة إلى منازلهم فلننهي هذه المعركة في مكان آخر إنهم خائفون ولا يعلمون ماذا سيقومون به أريد أن نطلب منهم أن يعودوا إلى منازلهم وإلى عائلاتهم لا نريد المزيد من القتلى أحد المسؤولين قال إن المحتجين تصرفوا بناء على طلب أحد أصحاب المزارع الذي سعى لطربية نحو 600 رأس من الماشية لكن السلطات منعته من ذلك ترجمة نانسي قنقر